نريد أن نوجد قيمة الكي التي تجعل النظام هذا غير مستقر الحل في البداية سنجد ال Closed Loop Characteristic Equation ونساويها بالصفر ستكون عندنا 1 plus K مضروبة في S plus 2 في S plus 3 مضروبة كذلك في ال H S plus 4 نساويها بالصفر فتعطينا S plus 2 مضروبة في S plus 3 مضروبة في S plus 4 plus K equal to 0 توزيع الضرب على جمع سيكون عندنا S square plus 5S plus 6 مضروبة في S plus 4 plus K equal to 0 الآن ستكون S cube زائد 4S square زائد 6S زائد 4S square زائد 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 K تساوي صفر ستكون S plus 3 زائد 4 زائد 4 فتعطينا 8S تربيع زائد 26 S زائد 24 زائد K هذه تعتبر constant فنضع growth forwards type growth array نعمل growth array تكون عندنا S to the power 3 to the power 2 1 and to the power 0 عندنا 1 26 9 and here 24 plus K here is 0 now 9 في 26 نقص 24 plus K في الواحد على 9 الثانية 0 الآن نضرب term الأول هذا في 24 plus K نقص 0 على نفسه يعطينا 24 plus K K في أول column column الأول العمود الأول لماذا؟ لأن لو تغيرت الإشارة هالسيستم سيكون unstable فأول check لازم نتأكد هنا متى يكون هذا سالب يكون عندما 24 plus K is greater than 9 في 26 20 لابد أن تكون أكبر من 234 minus 24 إذن K لابد أن تكون أكبر من 210 هذا الحد الأول الحد الثاني عندنا term آخر أو عنصر آخر في K الأخير إذن التلمي الآخر 24 plus K لابد أن تكون أكبر من 0 بمعنى أن K كذلك تكون أكبر من minus 24 إذن الكي بين minus 24 و بزدف 210 say if K is between minus 24 and plus 210 system is stable عفوا هنا لازم 24 plus K تكون أقل من 29 في 26 هذه لأن لو كانت أكبر منها سيكون هذا term minus و نريد أن يكون موجب فيكون K أقل من 210 فيكون K أكبر من minus 24 وأقل من 210 وهذا الحل أنه هذه الآن ننتقل إلى special cases في growth array عندما يكون أحد عناصر العمود الأول يساوي 0 ونأخذ example عليها مباشرة evaluate the stability of the system with the following characteristic equation أعطاني خلال Потому الآن سنصمم growth array أكبر 4 واحد 6 here is two, four and zero ثنين في ثنين أربعة مينس أربعة صفر على ثنين صفر هنا ثنين في ستة ثنعش نقص واحد نقص صفر في واحد صفر فيكون ثنعش على ثنين ستة الآن الآن عندنا سبشل كيس فنسمي هذه الصفر إيتا نرسمها بشكل أوضح نقول أنها تساوي إيتا والإيتا ذي very small number هتكون إيتا مضروبة في أربعة نقص ثنعش على إيتا إيتا منها الصفر فالأخير سيكون عندنا ستة نقول إيتا إيتا very small positive number إذن الترم هذا حيكون مدام هذا نقص 12 فحيكون الناتج من هذا حيكون الناتج إذن عندنا to sign change thus we have to sign change يعني system is unstable and then the following characteristic equation نبغى نعمل testing the stability of this system تكون 1 8 18 and 8 هنا حتكون عندنا 2 8 4 and 0 فيكون عندنا 2 8 16 8 8 8 2 is 4 بعدين بعدين 18 36 ناقص 4 32 على 2 في 16 بعدين 2 8 16 ناقص 0 16 على 2 8 الآن الآن 4 8 32 ناقص 16 2 32 32 32 0 على 4 0 بعدين 4 4 16 ناقص 8 2 16 0 هنا 0 لما تحصل عندنا مشكلة بالشكل هذا نأتي إلى نتوقف هنا ونأخذ مشتقة الدرجة الرابعة هذه فنقول 4 S S4 زائدا 16 S S2 زائدا 8 S حيث صفر زائدا 8 عفوا زائدا 8 حيث صفر فنأخذ المشتقة نسميها هذه مثلا A D A over D S وتصير 16 S S3 3 زائدا 32 S زائدا 0 فيكون عندنا هنا نستبدلها إذن نستبدل الأصفار 16 32 الآن 0 الآن 16 في 16 نقص 32 في 4 على 16 ثم ثم 8 ثم ثم 8 ثم 8 الآن ثم الزائد ثم 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 8 المترجم للقناة المترجم للقناة